بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نعزي مولانا الإمام صاحب العصري والزمان المهدي المنتظر أرواحنا لترابي مقدمه الفداء والمراجع الغام والأمة الإسلامية بذكرى حلول شهري محرم الحرام ذكرى انتصار الدم على السيف أولا هناك تفاسير لثورة الإمام الحسين سلام الله عليه مختلفة طبعا ثورة الحسين عليه السلام ونهضة الحسين عليه السلام تختلف عن باقي الثورات اختلافا جذريا ثورات وهوية ثورة العراقيين ثورة المختار ابن أبي عبيد الثقفي ثورة زيد الشهيد مثلا وهوية ثورات الثورات قبل الحسينة كثورات وبعض الحسينة انبثقت من تلك الثورة العظيمة فتشوف ان بعض الثورات او بعض القوات بعض القادة يعني يوصي اصحابه يشدد عليهم مثل طارق يقولهم اولا يعطيهم يعني اكل لأربع عشر ساعة لماده لأربع عشر ساعة يقولهم اما العدو امامكم والبحر من خلفكم يعني يرد انتصار زيد شوف ان بواقعة الطف بواقعة الطف يعني الامام الحسين عليه السلام جمع اصحاب يوم الثاني من المحرام خطب فيهم خطبة قال اصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملة ان القوم يطلبونني ما يطلبونكم انتم يعني لو ظفروا بيه تركوكم شوف موقف اصحابه زيد بني عقيل قلهم يكفيكم القتل المسلم قالوا ماذا نقول تركوا سيدهم تركوا شيخهم الحسين عليه السلام ماذا نقول حبيب ايضا يعني فد ما شاء الله المواقف المشرفة ماذا نقول فلم يتركوا الحسين سلام الله عليه وابدا فقط يعني بعضهم اجوا ويا واحد اللي قال للامام الحسين عليه السلام لعله الضحاك من عبدالله المشرقي قال لا با عبدالله ما زال انا ياك جماعة ابقى اياك لكن اذا قل صوت جماعة ماتوا انا ما ابقى اياك قال لا لا حاجة لنا بك اجا الرجل قال له هذا سيفي بالف و فرسي كذا يعني فرس من جياد قال لا لا نحتاجك انت فالحسين عليه السلام خير اصحابه ولم يضغط عليهم كما ضغط عليهم طارق هذا جانب الجانب الثاني ثورة الامام الحسين عليه السلام بنهضته يعني اراد البعض يريد سلطة يريد كرسي يريد مادة الحسين عليه السلام صرح لم اخرج اشرا ولا بطلا ولا ظالما ولا مفسدا ولكن خرجت لطلب الاصلاح في ام الجدي رسول الله اليامر ابن العروف وانهى عن منكر واسير بسيرة جدي وابي فمن قبل ينوي قبول الحق فالله اولى ومن رد عليه اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين فالحسين عليه السلام يعني خير اصحابه والثورات شوف بعض هذا التفاسير لثورة الحسين عليه السلام يقولون انها قضية قبلية شلون انها قضية قبلية قضية قبلية ان يعني كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع ابي سفيان خلاف وانتقل بعدين الى علي بن ابي طالب مع معاوية وانتقل بعدين الحسين مع يزيد وهكذا قضية قبلية زين لو نرجع الى التاريخ والعينات الموجودة والافراد الموجودين في واقعة الطف هل هم من عشيرة وحدة من عرق واحد لا عينات تختلف لذلك ان الحر ابن يزيد الرياحي اكان من الحسين كان ضد الحسين وقد جع جعب الحسين ببناتي رسول الله باختي الحسين زين وكان قائد ربع الجيش هذا هل كان يعني تحت راية بعدين يعني يعني الامور بخواتيمها بعد ذلك يعني لما نظر الى القوم انهم جادون في مقاتلة الحسين عليه السلام قال العمر بسعد امقاتلون هذا الرجل قال بلا فجاء الحر ابن يزيد الرياحي وقال ابا عبد الله هل لي من توبة قال نعم انتب تتاب الله عليك وانزل من على ظهر جوادك قال لا دعني اقاتل عليك ما انزل الا الشهادة هذا واحد الامر الثاني زهار بن لقين او ابن القين هذا الرجل كان عثماني المذهب ويقول الذي قتل عثمان هو علي بن ابي طالب واولاده طبعا هذا ما وجود التاليف الشاهد الكلام بعد ذلك التحق بالحسين هذا مو من اهل محمد اصلا فقصدي على التفسير الذي يقول ان ثورة الامان حسين ونهضة الامان حسين عليه السلام قضية قبلية ما مو من عشيرة واحدة ابدا ولا من قبيلة واحدة مثلا تجي الى حبيب ابن مظاهر الاسدي ازين شيخ بني اسد تجي الى وهب رجل نصراني وحديث عهد بالزواج فشاهد الكلام هذا التفسير مو صحيح الحسين عليه السلام اراد ان يعيد الامة اراد ان يعيد الامة الى يعني الى ولاية محمد الوآل محمد لان بني امه يستعبد هؤلاء الناس وقد رأى الحسين عليه السلام الفسوق والفجور من قبل هؤلاء ونهض بثورته مع الثلة القليلة اراد ان يرجع الناس الى الدين الحنيف الى ولاية محمد وآل محمد شوف هسه بعض الناس ثورات يقولون نحن نأخذ بثأر الحسين نعم هسه المختار ابن ابي عبيد الثقفي طبعا ينادي يقول يعني يأخذ بثأر الحسين عليه السلام ولكن الذي يأخذ بثأر المعصوم معصوم لا بد أن يأخذ الذي يأخذ بثأر المعصوم هو معصوم نعم هم يطالبوا بثأر الحسين وقد قتل قتل الحسين يعني المختار ابن ابي عبيد الثقفي قتلهم يعني قتل حتى بعض الاعلاميين الصور شون قتل بعض الاعلاميين يعني الامام الحسين عليه السلام يقول من سمع وعيتنا ولم ينصرنا اكبه الله على من خليف في نار جهنم زيان حميد بن مسلم او حميد بن مسلم على اختلاف الروايات انه كان رجل يقول يقول مثلا الذي قتل العباس مثلا فلان قتل الرضيع حرمله جاء الازدي قتل القاسم شي يقول المختار يقول هذا حميد بن مسلم يعني بدل ما يقول فلان قتل فلان اعلامي وهو سمع الواعي ونظر وروى الواعي فبعض المرويات تقول تقول ان المختار ابن ابي عبيد الثقفي قتل حميد بن مسلم لانه كلام الامام الحسين عليه السلام يقول من سمعه هو موجود يسمع ويروي زيان يشوف انه حرمله كيف انه يسدد سهمه على الرضيع ها يشوف الازدي مثلا عمر ابن نفيل الازدي كيف انه قتل القاسم وهكذا العبد قتل علي الاكبر وهكذا يقول بدل ما انه يصورنا هذه الحالة وينقلها ويكون اعلامي نعم ولكن هو سمع ونظر بعينه فالامام الحسين عليه السلام يقول من سمع وعيتنا ولم ينصرنا اكبه الله على من خري في نار الجهنم سأل الله ان يوفقنا وإياكم لكل خير ويجعلنا مع محمد وآل محمد وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة